مجموعة الأولى ضمت كودفور ونيجيريا يعني اثنين مثلا على فكرة المجموعة دي قوية جدا في غنية بيساو جدا فين يا جماعة المجموعة وغنية الاستوائية وغنية الاستوائية وغنية بيساو كودفور ونيجيريا ونيجيريا يعني مجموعة أعتقد أن هي قوية أدي تترشح من منها بوبس كودفور لأ أنتوا اللي تقولوا أنا ما أقولش نرشح من يا طارق يلا كابتن أسامة لا التاريخ بيقول كودفور ونيجيريا تاني تالت ورابع ان المجموعة دي لو طلع منها تالت ممكن احنا اللعبة مصر تلعب اللي هي غنية بسو أو غنية الاستوائية لو طلعنا اول مجموعة خلاص دي المجموعة الاولى خش على المجموعة التانية اللي فيها منتخبنا الوضع مجموعة التانية مصر غانا كافردي راسل اغدر موزنبيك مباراتنا الاولى مع موزنبيك مباراتنا التانية مع غانا مبارتنا الأخيرة مع رزيس لاختر 7-10-10 ده توقيت المباريات وفيه فرق ساعتين يعني 7 إحنا هنلعب هناك 5 10 إحنا هنلعب هناك 8 بتواويد كوديفور عشان تبقى الصورة واضحة دي المجموعة ترتيبة دي وحشة بخد بالك في ترديد مطشاط مصر يعني موزنبيج غانا كافيردي دي مش عجبك مش خلوة فاكر أنت لو ما لعبنا في الجابون لعبنا إيه لعبنا مالي مالي غانا لا أغاندا سوري مالي أغاندا وبعدين ختمنا بغانا فكانت ترتيبة المطشاط إحنا كنا دايما بنبقى عشمانين في أول 3 تاني 3 والتالت ده بأ أحنا بإحنا رأينا أخذ بالك أنت خدت بونت 3 3 بالظبط هت 7 بونت عكسناها عكسناها يعني بس خلي بالك يا سامن لو أنت خدت إن شاء الله بإذن الله 3 بونت الموزنبيج يدوك ثقة للي فيه بالظبط مجموعة الثقة ده مهمين مهم ده مجموعة ده بنار دي مجموعة ده بنار سنغال كاميرون غينية مع غينية دي غينية نابيكيتا لا لا وجامبيا دي خد بالك عاملة نتايج على مستوى الشباب والنشئين جامدة جدا جامدة فتتوقع إن هي حاجة تانية خالص ده العريس ده ده العريس مجموعة تحامل اللقب السنغال كاميرون غينية جامبي المجموعة الرابعة الجزاير بوركينا فاسو الجزاير بوركينا فاسو يهمنا يهمنا نشوفها نشوف بوركينا مع الجزاير هتعمل ايه لعنى بوركينا معنا في تصفات كاس العالم وده يهمنا جدا موريتانيا انجولا الناس تقولك موريتانيا انجولا لا ده الكرة في موريتانيا مهيب هنا جنف وجؤونا بمستواهم في 2019 المجموعة الخامسة تونس مالي جنوب افريقيا لا معلش ارجع تاني حسن هتلي المجموعة الثالتة والثالثة كمان ليه هقول لك السبب سنغال والكاميرا وإذا عرف السبب عشان إحنا ممكن ينلاعب برضو الثالث من هنا يا الثالث من الرابعة لو طلعنا الثاني لو طلعنا الأول لسه كل ده الأول الثالث من الثالثة والربعة أفضل توالد المجموعة الثالثة تهمنا ليه غنية أو جنبية والربعة يعني أنت عندك غنية أو جنبية وعندك يا غنية الاستوائية غنية بساو أنا بدي كل المنتخبات ماشي المجموعة الرابعة وعايز أسألكم عن المفاجآت هل ممكن مفاجآت؟ لا الجزائر بوركينا موريتانيا أنجولا برضو لو طلع ثالث من المجموعة دي احنا نروح له هنروح له ده إذا كنا أول طيب في سؤال مهم جدا احنا نتمنى نروح للحتة دي أنا أقول لك بس في سؤال مهم جدا ناخد الخمسة الأول خمسة تونس ومالي جنوب أفريقيا نميبيا من أرخم المجموعة بربعة يعني فيهم ثلاث والحمد لله إحنا مش هنقابل الثالث من المجموعة الثلاثة الأولانيين انت فاهمة؟ يعني إنت لو هتقابل الثالث يعني الثالث يطلع يا ماليا جنوب أفريقيا يا تونس الله ينقر عليك ولا السادة لا السادة فيها يبلوف هقول لك عليه طيب روح شوف السادة من هقول لك السادة؟ هتلعب كونغو أو زامبيا أو تنزانيا المغرب بس ما تشوفها طيب عارف كصة السادة إيه والخوف من السادة إيه؟ آه إيه بقى؟ إن إنت لو طلعت تاني تاني هتلعب الأول المغرب أية دي كصة السادة عشان كده أنا بقولك بردو بص للسادة عشان كده بقولك إن السادة بردو فيها بلوف عشان تتجنب المغرب لست نطلع أول بالضبط بس خلي بالك بردو المغرب قدامك قدامك لأن لو طلعت من دور الستاشر في دور الثمانية هتقابل المغرب بس كمان يا جماعة انت لو روح تلعب تالت صح في ايه مجموعة من التالتة او الرابعة هتمشي برضو في سيكة المجرد هل بقى ممكن يحصل مفاجأة في التالت دوت من فرق مثلا زي كوديفور ناجيريا ممكن انت فاهم نقصه دي سنغال كاميرون ليه لأ معودين مجموعة دي ممكن فرق من دول يبقى فيه فجأة صح ولا لا ناجيريا دي معودانا على حاجات ناجيريا دي ملحش ملحش كتالور ترتيب المتشات يفرق مهيم يعني السنغال هتلعب الكاميرون اول ماتش ولا تاني ماتش هجيب لك المتشات لان تفرق لو تعادلوا تبقى مشكلة بالزبط وغير كده يعني لو السنغال قابلت جامبيا مثلا ناجيريا هتلعب غنيا الاستوائي ناجيريا ايه هتلعب غنيا الاستوائي الكاميرون هتلعب غنيا السنغال هتلعب جامبيا طيب هجيب لك ديف صالح الكاميرا ومصالح الكاميرا موعد ماتشاة الجولة الأولى كابتن طاري يلا كود ديفوار كود ديفوار لين يا بسي